اهلا بكم مشاهدنا من جديد استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعدت السيد زيد بن راشد الزياني السيد دومينيكو بيلاتو سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون في كافة المجالات وخاصة في المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والاستثمارية ذات العلاقة إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك وأشهد الوزير الزياني بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية وما يشهده التعامل المشترك من نمو على مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها والآن مشاهدين نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.19% مقفلا عن مستوى 1471 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات الاستثمار والخدمات والفنادق والسياحة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.507.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.992.000 دينار تم تنفيذها من خلال 88 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت عند مستوى 8821 نقطة بارتفاع نسبة ثلث نقطة مئوية تقريبا وذلك في ظل صعود القطاعات الكبرى في البورصة السعودية ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على ارتفاع نسبة 0.29% وذلك بدعم من تقدم أغلب المؤشرات في البورصة الكويتية وننتقل إلى سوق أبوظبيل الأوراق المالية الذي سجل تراجع نسبة 0.24% وذلك بسبب تراجع قطاع الصناعة بشكل رئيسي فيما أقفل سوق دبي المالي متقدبا بنسبة 1.24% وذلك بدعم من أسهم قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات المالية وأخيرا سوق العاصمة الأمانية مسقط الذي أغلغ على انخفاض نسبة 0.16% مع هبوط غالبية مؤشرات البورصة العمانية أعلنت شركة دبي لصناعة الطيران إنها أعادت شراء أسهمها المشتركة المملوكة لشركة إعمار العقارية والبالغة 4% لتصبح بذلك دبي لصناعة الطيران مملوكة بنسبة 100% من قبل مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي ومن غير المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أي تأثير على نسب كفاية رأس المال لدى الشركة وقال خليفة الدبوس نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إن شركة إعمار كانت ضمن المجموعة الأولية من المستثمرين إلى جانب مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي لصناعة الطيران في عام 2006 أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات الشركة الرائدة بمجال تخطيط وشراء وتوفير المياه والكهرباء في دولة الإمارات عن بدء التشغيل التجاري لمحطة نور أبوظبي أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة انتاجية قدرها 1177 ميجاواط وبحسب ما نقلت وكالة الأنباع الإماراتية يتيح المشروع لأبوظبي زيادة انتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متر سنويا وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين من اليابان في ختام قمة المجموعة التي عقدت في مدينة أوساكا على مداري يومين وتوقع الآمن العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك انهيقاد ما بين 70 و90 اجتماعا تحضيريا لقمة العشرين المرتقبة في الرياض العام المقبل إذ ستغطي هذه الاجتماعات قطاعات مختلفة أبرزها القطاع المالي فيما يخص السياسات المالية والنقدية كذلك ولفت الدكتور ألمبارك إلى إنشاء الأمان السعودية لمجموعة العشرين للتنسيق بين الأجهزة الحكومية وعلى هامشي قمة مجموعة العشرين قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن موسكو والرياض اتفقت على تمديد الاتفاق الذي يحد من إنتاج النفط نظراً لوفرة الإمدادات في العالم وأبلغ الرئيس الروسي بوتين الصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان السعود وليعهد السعودية أنه سعيد لبحث التعاون بين البلدين في أسواق الطاقة وعلى صعيد آخر أعرب بوتين عن امتنانه لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن العبد العزيز آل سعود له لزيارة السعودية في فصل الخريف مجاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة فورد تضيف التكنولوجيا الكهربية لسيارتها في محاولة لتحويل المنطقة الخاسرة للربحية اتفق الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على استئناف المفاوضات التجارية بين بلديهما في وقت أعلنت بكين أن واشطن وافقت على عدم فرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها وفق وسائل إعلام صينية رسمية وقال ترامب عقب المحادثات التي جرت على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان إن لقاءه كانت جيدا جدا بل ممتازا مع الرئيس الصيني شي مضيفا أنهم عادوا إلى المسار الصحيح وفيما يتعلق بملف هواوي اتفقت أمريكا مع الصين على رفع الحضر عن هواتف هواوي أما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي الداخلي فأكد ترامب أن سياسته حققت أرقام جيدة في خفض معدلات البطالة في أمريكا شدد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في مؤتمر صحفي على أهمية التجارة الحرة بين الدول وقال أبي في ختام قمة العشرين أن قادة مجموعة العشرين أكدوا بشكل واضح الحاجة إلى تجارة حرة وعدلة وغير تمييزية كما أشار إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر الهبوط والتراجع مع استمرار التوتر التجاري إلى ذلك قال أن قادة مجموعة العشرين اتفقوا على ضرورة تعقده وتكاتف الدول الأعضاء من أجل إطلاق عجلة النمو الاقتصادي عالمي قوي قالت شركة فورد أنها ستخفض 12 ألف وظيفة في أوروبا مع إطلاق نماذج جديدة وإضافة التكنولوجيا الكهربية لسيارتها مع محاولة لتحويل المنطقة الخاسرة للربحية وكانت صانعة السيارات قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستقوم بعملية إصلاح لوحداتها في أوروبا وذكرت الشركة أنه بحلول عام 2020 سيكون لدى فورد 18 مصنع إنتاج مقارنة مع 24 مصنعا في بداية هذا العام وذلك بعد بيع موقع لتصنيع المحركات في سلوفاكيا وإغلاق خمس منشآت أخرى بما في ذلك مصنع المحركات في ويلز ومحطة نقل في فرنسا وثلاثة مواقع روسية ترجمة نانسي قنقر